موسيقى صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور مشاهدي قناة CTV، أهلاً وسهلاً بحضراتكم حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور حلقة مميزة جداً بتاريخ 22 أغسطس 2020 النهاردة كلنا بنحتفل بعيد العدرة العيد الجميل والمفرح في كنستنا حابب أبتدي قبل أبتدي بأي حاجة أبتدي بقول جميل للقديس كيرلوس السكنداري عن العدرة مريم يقول لنمجد مريم دائمة البتولية بتسبيح الفرح التي هي نفسها الكنيسة المقدسة لنسبحها مع الابن العريس كلية طهارة المجد الله إلى الأبد العدرة مريم اللي حاول كل القديسين وكل الكتاب في كل العصور وإلى الآن وإلى الأبد أن هم يكتبوا عنها كلمات جميلة وكلمات عن عجائبها وكلمات عن قدستها وكلمات كثيرة جداً عن هذه الأم الحنونة البتول الطهرة مريم لكن ولا كل كلام الكون بكل لغاته بكل معاجم اللغات في كل العالم يكفي أن احنا نتكلم عن أمنا ست الكل اللي بجد العدرة مريم كل سنة وحضراتكم طيبين بركة وشفاعة أم النور تكون معاكم تسنتكم تبارك حياتكم اللي مستني فرحة العدرة ما بتبخلش أبداً على حبيبها اللي مستني يحدى حبيبه يعني ربنا يمد إيديه بالشفاة يتشفع بالعدرة اللي مستني يعني اللي في ديئة اللي في أزمة على طول يا عدرة أنت تصرفي يا عدرة أقولي للمسيح والمسيح عمره ما بيكسف أمنا العدرة مريم النهاردة إن شاء الله أكون معاكم في الحلقة لوحدي يعني زملت العزيزة هيبة كميل مش معانا النهاردة إن شاء الله يعني هنا بس النهاردة أجازة وتبقى معانا إن شاء الله من يوم الاثنين اللي جاي حابب العقل يعني الحلقة النهاردة هتبقى كلها عن العدرة طبعاً عندنا أخبار وعندنا كل حاجة وهنشوف النهاردة حاجات جديدة يمكن في البرنامج علينا لكن النهاردة التفاصيل الحلقة هي أمنا العدرة مريم ما عندناش أغلى مننا النهاردة نتكلم عليها حياة العدرة ليها حكاية مع كل واحد فينا أنا لو هقعد أتكلم هتشوفوني النهاردة رغايب زيادة وبتكلم كتير لكن العدرة مريم دي إيه تقال عليها دي دي يعني الواحد لما يحب يقول لها أنت حلوة يقول لها أنت حلوة إزاي يعني ينقي كلام إيه في المعجم ولا حاجة يقوله عليها دي يعني ليها تفاصيل حكايات مع كل واحد فينا كل واحد فينا كان في أزمة كان في ديئة كان في مرض كان في احتياج ليها وقال لها عدرة ما تكسفنيش أي نعم أنا مؤثر أي نعم أنا ما استهلش أي نعم لكن أنت يا عدرة اللي هتحلي الأمور دي ويمكن شفاعة العدرة دي من أول معجزة عرس قانا الجليل والناس تتشفع بيها وتقول لها طب يا عدرة كلمنا كده المسيح وكده ما تبخلش عليها وما تظهرش في الصورة وما يتقلش عليها أن هي وراحت وجابت وبتاعه وحاجات كده كتير جدا هي بس توسطت كده عند المسيح وهو ده اللي بتعمله معانا إلى هذه اللحظة وإلى الأبد يعني شيء بالشيء يعني يذكر يعني حد كده من حبيبنا لما الواحد بيبقى يعني في مشكلة أو حاجة ممكن يحكي يعني يقول في مشكلة أو حاجة فلما نكلمها تقول لك مثلا إيه طب يوم الثلاث الموضوع ده إن شاء الله يخلص شمعني يعني يوم الثلاث أو يوم الأربع أو أي يوم في الأسبوع تقول لك خلاص أدام اتعودت أروح مثلا لعدرة الزتون أقول لعدرة المشكلة كذا خلاص العدرة بتحل المشكلة العدرة بتحل المشكلة بالشكل اللي هيبقى كويس لحياتي مش بالشكل اللي أنا المفروض عاوزه لزي طب في ناس عندها دلالة مع العدرة وشفاعة مع العدرة إلا ما لا حدود إلا ما يعني أكتر مما يعني ناس كتيرة جدا تتوقع يعني مثلا واحد ممكن يكون عنده مشكلة مثلا في الخلفة لسه ربنا ما مدهوش عنده مشكلة أزمة مالية كبيرة جدا وقع في مشكلة مع ناس لو مسكوها يكلوه يعني بالتعبير البلد اللي احنا بنقوله وبصت لقي كده لما تروح قدام العدرة في الأماكن الحلوة بتاعتها زي العدرة الزتون زي العدرة مستورة زي أسيود زي جبل الطير بتشعر كده أني وخلاص وانت خارج وكأن المشكلة تحلت بتشعر كده بسلام عجيب ورهيب طبعا الكلام اللي أنا بقوله ده ممكن الناس تقول لك عم طالع يقول كلمتين على الصبح لكن في ناس مجرابة ده وفي ناس عاشد ده الكلام اللي أنا بقوله ده إن أنا لما أروح للعدرة أقول لها المشكلة صعبة ومعرفت شحل لها هتكسفيني وهي وانت خارج تشعر بسلام عجيب جدا وكأن المشكلة تحلت ففي ناس علاقتها بالعدرة بتبقى جميلة وعجيبة جدا لدرجة أننا عشان لوحد بيبعارف أنه يعني ما عندوش هذه العلاقة فبيلجأ ليهم اتوسطيلي عند العدرة فالعدرة تتوسط عند المسيح والشفاعة الجميلة بتاعتنا في الكنيسة مرة تانية وثالثة وربع بقول لحضراتكم كل سنة ونطيبين عايزكم تبعتولي على صفحتنا على الفيسبوك سيتي في إيجيب تقولولي مبارح أنا شفت حاجات حلوة جدا رغم أن الكورونا وحاجات كده يعني بس لازال كرة كتير جدا في بحر وقبلي ومراكز ومحافظات بيحتفلوا بعيد العدرة بشكل مختلف عن اللي في القاهرة عربيات دائرة في الشوارع وترانيم وحاجات كده فقولولنا كل واحد كان بيحب يحتفل بعيد العدرة إزاي أو إز كريات أنا عارف أن فيه ناس كان بيتيجي من أمريكا وكندا وستراليا من أبعد أماكن عشان يحضروا عيد العدرة في مصر يقول لك أسانا ما بستمتعش مثلا غير لما روح دورنكا في الخمسة الشهر يوم دولف في أسيوت أسانا ما بستمتعش في المينيا برضو جابها للطير بيبقى في الخمسين الناس بيقول لك أنا ما بستمتعش غير به لما بروح العدرة جابها للطير هكذا الزتون ومستردوا أماكن كتير جدا على اسم العدرة في مصر مصر غنية الحية فبعتولنا كل واحد كان بيحب يحتفل بذكرى أمينا العدرة يحتفل بيها إزاي احكولنا اللي عنده تفاصيل اللي كان بيروح حشان يطبح خروف في الدير اللي كان بيروح حشان يعني يقدم كده عطايا مختلفة اللي بيفرح وعياله ويشتري حاجات اللي بيشتري لبس جديد اللي بيلف في الشوارع مع الترانيم اللي كنت بشوفها مبارح دي احكولنا يا ريت وهنبقى مبسطين جدا بس طبعا تقول لنا انتو فين والمكان اللي كنت بتحب وتحتفلوا به فين بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت النهاردة كمان أو مبارح بقى كان ذكرى يعني قديسة عظيم جدا في تاريخ الكنيسة ما اعظم ان يكون القديس له اثر واضح وباين في حياة كل واحد فينا مين يعني القديس اللي بقى ليه اثر واضح في حياة كل واحد فينا هو القديس الارشدياكن المعلم العظيم حبيب جيرجس حبيب جيرجس قديس عظيم الحياة في تاريخ الكنيسة هذا الرجل العظيم اللي اسس الاكلاركيات والمعاهد الدينية بشكلها الحديث يعني ما قبل حبيب جيرجس التعليم والاكلاركيات والمعاهد الدينية في الكنيسة ما كانتش هي دي لكن الانصافا للحق والتاريخ الشكل اللي عليه الكنيسة بقى لها حوالي مئة سنة يعني مئة سنة بتعلم بهذا الشكل الفضل يرجع ليه لهذا الرجل العظيم اللي جفت اللي ربنا أرسله نور في تاريخ الكنيسة رجل ده له عمل عظيم جدا وأنشأ فكرة مقدسة الحقيقة كلنا أبناء هذه الفكرة سواء كنا شعب أو خدام أو أباء من أول الأب البطريارك إلى الأباء المطارنة والأسقفة إلى أصغر خادم في الكنيسة كلنا أبناء فكرة حبيب جيرجيس هذه الفكرة المقدسة فكرة مدارس الأحد هو اللي أسس وأنشأ مدارس الأحد خلي بالكم أن فكرة إنشاء مدارس الأحد في وقتها كانت فكرة جديدة يعني إيه واحد يجمع عيال تعرفين حضراتكم الكنيسة ما قبل حبيب جيرجيس يعني كانت عبارة عن أن أنت بتحضر الأداس يوم الحد الأداس يوم الحد وباقي أيام الأسبوع الكنيسة مغلقة إلى حين يبقى أداس وعلى فكرة أداس الجمعة ده جي متأخر يعني هو الأداس كان مرة واحدة في الأسبوع يوم الحد حضرتك بتحضر الأداس وبتتناول وبتأخذ البركة وبنقفل الكنيسة عشان بنفتحها تاني لما بيجي الأداس ما كانش فيه خدمات طبعا لما تعامل خدمة مدارس الأحد ابتدى بعد كده بقى فيه اجتماع متخصص للمرأة واجتماع متخصص للأسرة واجتماع متخصص للشباب واجتماع متخصص مش عارف لإيه يعني كل ده الضوء الأنار كان الله أرسله من خلال حبيب جيرجز اللي اشتغل مع الكنيسة طبعا كان فيه وقتها يعني اللي هيحاول يقرأ يعني مش بداعي أن أنا يعني عندي معرفة كتير لكن اللي بيحاول يقرأ هيلاقي أن وقتها ناس كتير من جوة الكنيسة قلت له اللي أنت بتعمله ده غلط يعني يتحول لنا الكنيسة لعيال صوتها عالي وعمال يرنموا ويعلوا صوتهم في الكنيسة وده ما يصحش وده مش عارف إيه ده جاي يخربها ولا ده يعمل إيه لكن كان بابا الكنيسة وقتها البابا كيريلوس الخامس كان ليه عظيم الأسر في حياة حبيب جيرجز هو اللي فتح له قلبه وفتح له أبواب الكنيسة وسمح ليه أنه هو يؤسس هذه الفكرة العظيمة وسمح بي بإرشاد الروح القدس أن تنتشر هذه الفكرة فصرنا كلنا أبناء هذا الرجل حبيب جيرجز أو أبناء فكرة هذا الرجل هذه الفكرة المقدسة اللي هي مدارس الأحد عايزة أقول بنطلب شفاعته بنطلب بركته بنقول له أنت أضقت في الكنيسة ومش ممكن لربنا ينسى اللي أنت عملته ولا إحنا كمان كأولاد ليك ننسى اللي أنت عملته فينا إحنا كلنا تربينا في مدارس الأحد وتربينا ولدنا في الكنيسة أنا بشعر أن كتير مننا وأنا واحد منهم من غير الكنيسة ومن غير مدارس الأحد لا شيء ينقصنا كتير جدا 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 في حياتنا فبركتك وشفاعتك تكون معنا القديس حبيب جيرجز أنا هقرأ دلوقتي تعليقات حضراتكم اللي بعتتوه لنا بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في إيجيبت عايزين نعرف منكم كنتوا بتحتفلوا بعيد العذرة إزاي أو متعودين تحتفلوا بعيد العذرة إزاي لأن طبعا بتختلف من محافظة لمحافظة ومن مكان لمكان أقرأ الأول على الصورة بصبح لنا فادي مفرح ومشنودة جيرجز ومينة أرنيست بصبح لنا من الصعيد وينفين مونير بصبح لنا وسامح بخيط وجمانا كوكو وياسر زكي مريان ياسر ويوسف ياسر كل دول بيعيدوا علينا كل سنة يا رب وكلكم بألف خير وإبي إكات وأبو مدنة وأشرف شفيق من الأردن وكيرو وجيه وكريلوس صبري بيصبح علينا وبيعيد علينا أهلا بك خليل ناجي مون جمال بحب أهناك وعيد وعيد رضا خطبتك مون مينة كل سنة حالك طيب ببركات العذرة وحضراتكم طيبين يا رب وبخير وسلام ناخد كمان أبمان على الفيديو تعليقاتكم الجميلة اللي بتبعتوها لنا جوجو متحت ممكن أهد البنت حبيبتي كل سنة طيبة وفرحانة عيد ميلادها كل سنة وهي طيبة جونير متحت فارس من الفيوم سيد مخايل بيقول كان والدي في خدمة ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية فالشعب بيتناقشوا أنهم شهر أغسطس في سيام العذرة وأنهم بيعملوا أكلات شعبية فإزبق أبونا يقول لهم لا ينفع نعمل أكل فطاري وإزبعد مدولات وفقه أن يعمل أكل سيام ومش كده وبس أن إقراض هذا السنة أعلى من الماضية مش فاهم القصة لو حركت معلش تشرحها لي من الأول هو إيد اسكندر سوز ماجدي هريسة بيصبح علينا وتقدير لقديس حبيب جيرجس كرولوس جيسوس سواء الخير سحاء أنا بحبك شكرا لك والكلامك يا كرولوس ألف شكر هناء أمير بتصبح شكرا لك وحضرتك طيبة سوز عزة يعقوب وحضرتك طيب من الفيوم سوز عادل عبد الله من دميان جمانا دميانا وإنت طيبة وبخير من اسكندرية جيرجس يعقوب صباح الفل من دبي وعاوزة صالح مراتي على طريقتكم زعلانة مني مراتك زعلانة منك إحنا بنقول لها ما تزعلش مني النهاردة العيد بعشان خاطر العدرة هي تسامحك سامية صليب كل سنة من طيبين كرمينة عزمي أحلى حاجة في مدارس الأحد كل سنة من طيبين رفقة لمعي بتصبح علينا وبتكلموا على مدارس الأحد واق الوديع العدرة تحفظكم شكرا لك مينا فوزي من المينيا نزلة عبيد مخايل سامي بكل سنة من طيب محرك طيب الخواجة كوكو ميرفا تروفاقيل ميري مينا ماريام شريف توماس جيرجس ياسا لا أنا عايز تبعث لنا أقول لنا كنتوا بتعملوا إيه شاري من أسيود كل سنة من طيبين أحلى عيد عدرة في درونكا والبركة من المغارة وسط الدورة شيرين زريف آه طبعا أسيود دي يعني حاجة عظيمة جدا اللي عايش في أسيود مرتبط جدا بدرونكا بشكل غير عادي وطبعا محظوظين عندهم درونكا وعندهم عندهم إيه تاني عندهم محرق طبعا أعظم مكان في العالم المحرق ده الأحباشي يسموه القتسل تاني يعني لما تروح الحبشة تقوله عايز تروح فين قبل ما يقولك أروح القدس أقولك أروح أسيود عايز يروح المحرق يعني لو حضراتكم تسألوا وتعرفوا القصة دي يعني الأحباش بالنسبة لهم دير العدرة المحرق ده يعني حاجة عظيمة وبالنسبة لنا طبعا ليندا شامعون كل سنة هم طيبين من المينيا مناء الميلاد كل سنة وانت بخير شكرا لك وجيني إسحاب تصبح علينا ميرفا تروفائيل حب عيد على بنتي ميرا سامير في عيد ميلاده بقولك كل سنة هم طيبة وهي يا رب بقى خير مارتينا عازر بتصبح علينا هايدي منصور احنا هنا في ولندا بس بنحب نروح مسترد ونحضر الأداس هناك وناخد بركة من المية كانت أيام جميل أي طبعا كل اللي عايشين بر مصر المصريين يعني مرتبطين جدا بمصر يعني يوم ما تبعث له فيديو كده ولا لايف ولا حاجة من المكان اللي هو كان بيحب يروحه وهو في مصر يبقى عنده فرح غير عادي هو متعاود يروح مصرد متعاود يروح دورونكا متعاود يروح جبل الطير الحاجات دي بتفرق معهم جدا 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 حتى إن لنا أكتر من كنيسة ويمكن حضراتك كنا بنزيع منها مبارح مثلا كنيسة العدرة الزتون في فيينا في النمسا فتيمنا بالعدرة الزتون وبمباركة العدرة الزتون تلاقي يعني حتى الأسامي عايزين ياخدوها يبقوا هناك فدي طبعا حاجة عظيمة جدا أنا بهني كل حبيبنا في كل مكان في العالم بعيد أمنا العدرة لسه معيكم النهاردة هيبقى معينا موضوع رئيسي عن أمنا العدرة ماريا منتكلم عن صفاتها وعن بركاتها وعن شفاعتها ومعينا طبعا فقرة باكر وهيبقى معينا جولة لوزارة التموين هيروحوا للمخابز على الهوى مباشرة على شاشة سي تي في يوزنوا لك رغيف الخبز ويرقبوا المخابز لأن احنا بقلنا يومين ثلاثة بنتكلم في القصة دي وأنا من الناس اللي زعلان جدا أن موضوع رغيف الخبز حجمه قل من 110 بقى 90 وما قبلتش أي مبررات قالتها وزارة التموين أو أي البيانات حتى اللي كانت مكتوبة وقلنا ده الحلقتين اللي فاتوا لكن تعالوا النهاردة هم قالوا لنا طب تعالوا معنا إحنا هنعمل حملة مفاجأة على المخابز نوريكه رغيف الخبز بحجمه الجديد ونشوف أصحاب المخابز ملتزمين ولا لا واللي مش ملتزم هيتعمل له قضية قدامك على الهوى على شاشة سي تي في فالنهاردة أعتقد هتبقى الفقرة دي فقرة مهمة ده خلال دقايق هيبقوا معنا على الهواء مباشرة وإحنا في حملة مع وزارة التموين على الهواء مباشرة معنا زميلنا كامل يوسف هيبقى معاهم في الحملة نشوف كل حاجة النهاردة غير طبعا أخبارنا من كل مكان بعد الفاصل